بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمْ تُصَلِّ عَلَيْهِ فَأَنْتَ مِنَ الْبُخَلَى وَلِلْبُخْلِ آفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَسَلْبِيَّاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ فهو الطريق إلى كل من قصه يحمل صاحبه على منع حقوق الله وحقوق العباد فلا يؤديها كما أنه يدفع إلى سوء الظن بغيره ويجعله عرضة لكره الآخرين وحقدهم عليه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرمهم روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يوم حنين الأقرع بن حابس وعيين بن حصن أعطى كل واحد منهم مئة من الإبل ولما جاءه عرابي أعطاه واديا من الغنم بين جبلين فرجع إلى أصحابه وهو يقول يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة إن هذا أداء العضال وهو البخل قد يتمكن من الإنسان حتى يصل به إلى درجة الشح التي هي أعلى درجات البخل والتي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها في قوله اتقوا الشحة فإن الشحة أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم